بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الواحد والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي أحبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح ابن ياكم حياكم الله وبركة فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن سجود السهو وقف بنا الشرح في الحلقة الماضية عند قوله وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه نعم إن سبح بالإمام ثقتان من المأمومين بأن قالوا سبحان الله ينبهونه على أنه قد سهى في الصلاة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء فهذا التسبيح يتابه لتنبيه الإمام على خطأ وقع منه في الصلاة فيجب عليه أن يرجع لقولهم إذا لم يكن جازما بصواب نفسه وقوله ثقتان يشمل الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة ومعنى الثقتان أي عدلان فيهما تتوفر فيهما العدالة لأنهما مخبران بخبر مهم في الصلاة فيشترط لقبول خبرهما العدالة فإذا لم يكن جازما بصواب نفسه فإنه يلزمه العمل بقول هاتين الثقتين لأن قولهما يفيد غلبة الظن وهو ليس عنده جزم بالصواب فيرجع إلى قولهما أما إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع إلى قولهما لأنه متيقن وتسبيحهما إنما يفيد غلبة ظنهما وغلبة الظن لا تقدم على اليقين فإذا لم يكن عنده جزم بصواب نفسه واستمر في الخطأ فإنها تبطل صلاته لأنه تعمد تعمد الزيادة أو النقص في الصلاة ومن تعمد ذلك فطلت صلاته وكذلك تبطل صلاة من تبعه من المأمومين في هذه الزيادة أو النقص في هذه الزيادة أو النقص في الصلاة من تبعه من المأمومين عالما عالما بأن بأن الإمام قد أخطأ زاد أو نقص ولكن تابعه فإنها تبطل صلاته لأنه تعمد الزيادة في الصلاة أو النقص في الصلاة وليس للمأموم أن يتابع الإمام إذا علم أنه على خطأ ليس له أن يتابعه إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا لم يظهر منه الخطأ أما إذا ظهر منه الخطأ فإنه لا تجوز متابعته في الخطأ فمن تبعه عالما أنها زائدة أو أن هناك نقصا في الصلاة عالما بذلك وكذلك عالما بالحكم وكذلك يكون عالما بالحكم أنه لا يجوز له متابعته فإنها تبطل صلاته لعدم العذر في هذه الحالة لا جاهلا أن الإمام قد أخطأ في ذلك أو جاهلا بالحكم أو ناسيا يعني ساهيا فمن تابعه جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحا وكذلك من فارقه نعم فمن فارق الإمام إذا سبح به الثقتان ولم يرجع وكان من خلفه يعلمون أن الإمام قد زاد أو نقص ثم فارقوه لأنه يجب عليهم مفارقته ولا تجوز لهم متابعته لسلامتها من الزيادة أو النقص إذا فارقوه ثم يخير من فارق الإمام بين أن يسلم لنفسه أو أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه قوله الشيخ من تبعه عالم يعني إذا مثلا زاد الإمام فقام لخامسة من كان من المأمومين يعلم أنها زيادة فوالواجب عليها لا يقوم معه يحرم عليها أن يقوم يحرم عليه يعني إذا قام معه تعمد الزيادة نعم أحسن الله إليكم قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه نعم عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه فذكر أن العمل الذي يبطل الصلاة ما اجتمل على هذه الشروط أولا أن يكون كثيرا بحسب العادة يكون هذا العمل كثيرا بحسب العادة والعرف لأنه لم يأتي به تحديد من الشارع فيرجع فيه إلى العرف الشرط الثاني أن يكون ذلك العمل من غير جنس الصلاة من غير جنس أفعال الصلاة الشرط الثالث أن يتوالى هذا العمل أن يتوالى هذا العمل فإذا توفرت هذه الشروط بطلت الصلاة به أن يكون عملا كثيرا حسب العادة أن يكون من غير جنس الصلاة أن يتوالى ولم يتفرق في هذه الحالة تفضل صلاته نعم وَلَا يُشْرَعُ لِيَسِيرِهِ سُجُودُ قال عمده وساهو يُغْتِلُها عمده وساهوه لأنه عمل مخالف للصلاة نعم وَلَا يُشْرَعُ لِيَسِيرِهِ سُجُودُ أما العمل اليسير ولو كان من غير جنس الصلاة فلا يُشْرَعُ له سُجُودُ يعني لا يُستحب السُجُودُ له بل هو مما أذن فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل العمل اليسير في الصلاة هل من مثال شيء؟ نعم كان يفتح الباب لعائشة وكان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه بنته عليه الصلاة والسلام يحملها وهي صغيرة في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فهذا عمل يسير لا يؤثر على الصلاة نعم هل مثال آخر شيخ للعمل المستكثر عادة؟ نعم مثل ماذا؟ مثل المشي العمل المستكثر عادة مثل المشي الكثير ومثل الحركات الكثيرة لأن بعض الناس إذا قاموا في الصلاة كل صلاة حركات تارة مع راسه تارة مع لحيته تارة مع ثيابه تارة مع أنفه ودائما يتحرك وتشتغل يداه فهذا هو الذي يعني من غير جنس الصلاة ومتوالي وكثير فيبطل الصلاة إلا إذا كان لضرورة إذا كان العمل لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة كما سفق كما لو حضره عدو أو سبع أو حيها أو عقرب فإنه يتخلص من هذا الخطر ولو كان يصلي وصلاته صحيحة ولو كثر العمل في هذا كما في صلاة الخوف أيضا كما في صلاة الخوف فإذا كان هذا العمل لضرورة في الصلاة إنه لا يبطلها نعم الحمد لله وهذا شرط رابع شرط رابع أن يكون هذا العمل الكثير هذا العمل الكثير الذي من غير جنس الصلاة أن يكون لغير ضرورة نعم فعبكم الله قال ولا تبطلوا بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا الصلاة عبادة تفرغ فيها للعبادة وما يشرع فيها ولا يدخل فيها أشياء ليست من جنسها ومن ذلك الأكل والشرب فإن الأكل والشرب ليس من جنس الصلاة الصلاة فإذا فإذا أكل أكلا كثيرا أو شرب شربا كثيرا بطلت صلاته بطلت صلاته لأن هذا عمل من غير جنس الصلاة إلا إذا كان أكل أو شرب سهوا في الصلاة فإنه كما سبق يشرع له سجود السهو لأنه زيادة في الصلاة سهوا فإذا أكل أكلا كثيرا ساهيا أو شرب شربا كثيرا ساهيا في الصلاة فهذا زيادة في الصلاة لكنها عنسه وعدم تعمد فإن صلاته صحيحة ويسجد لهذا الذي حصل منه ويستثنى من ذلك الشرب اليسير في النافلة ولو كان متعمدا ذلك فإنه يباح له أن يشرب الشيء اليسير من الماء لأجل إزالة ما يعرض له من الكحة أو يبس الحلق أو اللسان لأن صلاة النافلة تطول في الغالب خصوصا قيام الليل فيحتاج إلى شيء يساعده على القراءة ويساعده على على تحرك اللسان فلا بأس من يصلي النافلة أن يتناول شيئا من الشراب اليسير ولأن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك في النافلة فدل على على جوازه ولو كان متعمدا للحاجة لأن النافلة في الغالب تطول يحتاج من صلي النافلة إلى أن يتناول شيئا من الشراب اليسير ليقطع ضماءه أو ليسلك مجاري الصوت نعم أحسن الله إليكم قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع إذا أتى بقول مشروع في الصلاة نعم في غير موضعه ثم مثل قراءة في سجود قراءة القرآن في السجود لأن قراءة القرآن موضعها في القيام لكن لو نسي وأتى بقراءة في السجود أو في الجلوس في حالة الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشاهد وكذلك بالعكس لو أتى بالتشهد في حالة القيام لأن التشهد محله في القعود فإذا أتى به في حالة القيام أو قراءة سورة في الأخيرتين بعد الفاتحة لم تبطل لم تبطل لأنه لم يأتي بشيء يخالف الصلاة ولم يجب له سجود بل يشرع يعني يستحب بل يشرع يعني يستحب نعم له أن يسجد من ذلك شيخ نعم يستحب له أن يسجد من ذلك من غير وجوب لو لم يسجد صلاته صحيحة لأنه لم يزد في الصلاة شيئا من غير جنسها بل هو أتى بقول مشروع في الصلاة لكنه جاء به في غير موضعه فإن كان متعمدا فإنه ياثم بذلك وإن لم يكن متعمدا لم يؤثر ذلك على صلاته نعم أليس للمأموم مثلا أن يقرأ بعد الفاتحة إذا أطال الإمام في الأخيرتين سورة من القرآن لا يشرع للإمام من يطيل فإن أطال يكون مخطئا في هذا يقتصر على قراءة الفاتحة والمأموم إذا فرغ من الفاتحة يقف صامتا يقف صامتا أو يدعو يستغل بالدعاء فإن قرأ بعد الفاتحة سورة فيسرع له أيس هذا مراد المصنف نعم يدخل في هذا يدخل في هذا إلا أن مسألة قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الأخيرتين في الركعتين أو الركعة الأخيرة من الصلاة محل خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أن ذلك مستحب الحمد لله قد ورد فيه شيء من الأدلة طيب فالأمر في هذا سهل نعم إذن قوله وقراءة سورة في الأخيرتين غير مسلم يعني أن يجعله مما هذا على المذهب نعم هو مسلم على المذهب وعلى المشهور أنه يقتصر في ما عدى الأوليين يقتصر على الفاتحة هذا هو المشهور نعم أفعبكم الله قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت نعم إن سلم المصلي قبل إتمام الصلاة متعمدا بطلت صلاته لأنه قطع النياه قطع الصلاة متعمدا متعمدا فتبطل صلاته لأن السلام إنما يكون بعد تمام الصلاة للخروج منها لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم ولأن السلام قبل إتمامها يكون من قبيل العمد من قبيل الزيادة لأن السلام قبل إتمام الصلاة يكون من قبيل الزيادة المتعمدة فيها فتبطل به الصلاة كما سبر نعم وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد وإن كان تسليمه قبل إتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريبا فإنه يتم الصلاة يعني لو سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريبا فإنه يتم ما نقص من الصلاة ويسجد للسهو وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الثنتين سهوا وقام وجلس في مكان آخر من المسجد وقام ذو اليدين وقال يا رسول الله قصرة الصلاة أم نسيت قال لا لم تقصر ولم أنس وكان في القوم أبو بكر وعمر فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في الصلاة وأتم الركعتين ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام هذا لأنه ذكر قريبا هذا معنى قوله وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها بهذه الشرطين أن يكون سلامه قبل تمام الصلاة سهوا لا عمدا الثاني أن يذكر ذلك قريبا فإنه يبني على ما مضى من صلاته ويتم الباقي ويسجد للسهو الحمد لله نعم فإن طال الفصل أو تكلمني غير مصلحتها بطلت فإن طال الفصل بين سلامه وبين تذكره للنقص في الصلاة فإنه تبطل الصلاة فلابد من استئنافها من استئنافها من جديد وطول الفصل هذا يرجع فيه إلى العرف طول الفصل بين سلامه وبين تذكره للخطاء يرجع فيه إلى العرف فإذا مضى وقت طويل عرفا فإنه لا يبني على ما مضى من الصلاة بل يستأنفها من جديد لفوات الموالات حينئذ أو تكلم بعد سلامه قبل إتمامها لغير مصلحتها كأن تكلم في بيع أو شراء أو احضر حاجة أو سؤال عن خبر فحينئذ هذا الكلام لغير مصلحة الصلاة خارج عنها فهو كأنه تكلم في صلبها والصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الآدميين كما ياتي فإذا تكلم لغير مصلحتها يعني كلاما خارجا عن موضوع الصلاة فإنها تفضل بذلك لأنه تكلم في صلب الصلاة في غير مصلحة أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما قالوا قصرة الصلاة وهو صلى الله عليه وسلم قال لا لم تقصر ولم أنسى ثم سأل أبا بكر وعمر فأخبراه فهذا كل تراجع في الكلام في موضوع الصلاة ومصلحة الصلاة فهذا لا يؤثر فيها لا يؤثر فيها بل يبنون على صلاتهم ويتمون ما نقص ويسجدون لسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم قولكم الشيخ أن طول الفصل يعود فيه العرف خمس دقائق عشر ما عده متوسط الناس طويلا فإنه يعتبر طويل لا عبرة بالمتساهل ولا عبرة بالمتشدد العبرة بالوسط أو تكلم لغير مصلحتها بطلة ككلامه في صلبها كما لو تكلم في صلبها من غير سهو المتعمد لو تكلم في صلب الصلاة بكلام خارج عن موضوع الصلاة كأن قال يا غلام هات كذا أو يا فلان ما معنى كذا أو غير ذلك في صلب الصلاة ويصل بطلة صلاته إذا فعل ذلك متعمدا لأن هذا يتنافى مع الصلاة نعم ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل نعم أما إذا كان الكلام لمصلحتها فإنها لا تبطل كما سبق حتى ولو كان طويلا على الصحيح لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن إذا كان يسيرا فهو من باب أولى فهو من باب أولى لا يبطل الصلاة الحمد لله وقهقهة ككلام القهقه هي الضحك أن يقول قهقه فهذا كلام لأنه مركب من حرفين وأقل ما يتركب منه الكلمة حرفان فهو كلام تبطل به الصلاة نعم وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت أما النفخ في الصلاة فإنه لا يبطلها الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وهو في صلاة الكسوف فالنفخ وهو إخراج النفس لا يبطل الصلاة أو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء إذا رفع صوته بالبكاء فإن كان ذلك من خشية الله فإن ذلك لا يبطل الصلاة أما إن كان من غير خشية الله كان يبكي على مصيبة أصابته أو شيء حصل له فإن ذلك يبطل الصلاة لأنه خارج عن موضوع الصلاة نعم أو تنحنح من غير حاجة أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت لأن أقل ما تتركب منه الكلمة حرفان مثل القهقها أما إذا كانت تنحنح لحاجة فلا بأس به في الصلاة لقول علي رضي الله تعالى عنه إنه إذا أتى يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الليل يتنحنح له عليه الصلاة والسلام فالنحنح إذا استأذن عليه أحد لا بأس بها لأنها لحاجة أما إن كان من غير حاجة فإن بان حرفان بطلت صلاته وإن لم يبن حرفان فإن ذلك مكروه لأنه يشوش عليه صلاته نعم إذن يمكن أن يكون مصلي الشيخ في نفل أن يسبح للطارق أو يتنحنح نعم يسبح التسبيح لا أعلم يعني ما مر بنا الظاهر فيه في سن سابق مر بنا أن المصلي في التنفل أن يسبح على الطارق حتى يشرح نعم إذا نعبكم شيء في صلاتكم نعم قالوا يدخل فيه إذا استاذن عليه أحد لأن هذا من النيابة فالله يسبح الله أعلم نعم التنحنح أولى لأنه هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم التنحنح أولى نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إخوتنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به وقت لقائنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم وتقبلوا تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله العريف الحربي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر